قال الرئيس الروسي فلانمير بوتين أن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة العالمية ويأتي هذا بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك بلس لمنتج النفط بتطبيق خفض كبير لإنتاج النفط خلال محادثات مع الرئيس الأمراضي محمد بن زايد آل نهيان الذي بدأ زيارة لموسكو اليوم أضاف بوتين أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازن بين العرض والطلب قل المستشار الألماني أوليف شولتس إنه يخطط لمناقشة سبل خفض أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة مع نوذرائه في مجموعة القوى الصناعية السبعة وأضاف شولتس في مؤتمر لصناعة الألات في ألمانيا إن المهمة الأساسية يجب أن تكون ضمان ترادع أسعار الوقود الأحفوري من الغاز والنفط والفحم مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك من جانب واحد وأعرب شولتس عن اعتزانه ترحى قضية المسئولية المشتركة لا سيما فيما يتعلق بأسعار الغاز في جميع محدثاته الدولية بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد عبر الفيديو لزعماء مرموعة السبعة اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغن إن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الرقود وذلك بحلول منتصف العام المقبل فيما حذر رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي من كزايد خطر حدوث رقود عالمي نحو الركود يسير الاقتصاد العالمي رغم محاولات البنوك المركزية والحكومات اتخاذ خطوات من شأنها تنشيط الاقتصاد اقتصاد تأثر بشدة من ضربات موجعة بدأت شرارتها من أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي تلتها الأزمات الدولية المتتالية ويتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية بنك جي بي مورغن توقع أن يتاج اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نحو الركود في غضون من 6 إلى 9 أشهر البنك رأى أن التضخم الجامح ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير والأزمة الأوكرانية فضلا عن التأثير المجهول لسياسة التسير الكمي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من بين مؤشرات الركود المحتمل تصريحات البنك تأتي في وقت تستعد فيه البنوك الأمريكي القبرى للإعلان عن أرباح الربع الثالث من العام كان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا قد حذر من تزايد خطر حدوث ركود عالمي قائلين أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت بيانات رسمية أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاما بعد أن تراجعت خلال الصيف وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 3.5% في الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2022 متراجعا بـ 3.10% عن الأشهر الثلاثة السابقة وبـ 5.10% عن مستويات ما قبل الجائحة حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية من أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم بحاجة ماسة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المتقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ وفقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 3 مليارات و370 مليون يورو دعما لأستونيا وأكدت وزارة المالية في استونيا أن القرار الذي تم تفاوض عليه منذ فترة طويلة يوفر أكبر قدر من الأموال الإضافية مشيرة إلى أن هذه المساعدة سيتم توديهها إلى توفير الطاقة وتطوير استونيا كما وفقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 150 مليون يورو لحماية أمن إمدادات الكهرباء في فنلندا وقالت المفوضية أن هذا القرار سيسهم في تعزيز أمن إمدادات الكهرباء وضمان التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاء مشيرة إلى أن روسيا كانت توفر لفنلندا نحو 1400 ميجا واط في مايو الماضي أكدت اللجنة الاقتصادية الأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي ارتفاع معدل التضخم في اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي منذ مايو 2020 واعتبارا من يونيو 2022 سجلت اقتصادات أمريكا الجنوبية في المتوسط أعلى مستوى للتضخم وصلت لنسبة 8.7% تليها اقتصادات المنطقة الوسطى بنسبة 7.7% لم تؤثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على أوروبا فحسب بل امتد تأثيرها إلى أمريكا اللاتينية التي أصبحت تعاني ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وتواجه دول أمريكا اللاتينية تباطئا في النشاط الاقتصادي فضلا عن ضغوط تضخمية خاصة في الغذاء والطاقة وهو ما يزيد من عوامل ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائية ففي الأرجنتين توقع الخبراء أن تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل مما يعزز المزاعم بأن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تتجه للحفاظ على أعلى معدل تضخم مسجل في العالم بين الاقتصادات الرئيسية ووفقا لللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وصل معدل التضخم في اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أعلى مستوى بنسبة بلغت 8.7% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر